بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في الرابع عشر من شهر مايو أيار الجاري حيث قال في الأيام الماضية قال أحد المشايخ إنه حيثما كانت هناك خصومة وحروب فسببها القاديانية كما حمل الأحمديين مسؤولية الأوضاع السائدة في فلسطين وحرض المسلمين الآخرين على قتلهم وقال إن قتلهم مشروع على أي حال هذا هو أسلوبهم وهذه هي أقوالهم منذ تأسيس الأحمدية ولكن بحمد الله تعالى نحن نؤمن بذلك المسيح والمهدي الذي علمنا أنه إذا سمعنا ما يؤذينا منهم وإذا رأينا محاولاتهم للإضرار بنا فيجب أن نتحلى بالصبر والدعاء إنهم أئمة الكفر الذين ألبوا عامة المسلمين ضد الجماعة وذكروا أمورا تنافي الحقيقة أيما منافى وعمة الناس لقلة علمهم يزعمون أن الأحمديين يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يجب معاملتهم بموجب ما يقول هذا الشيخ هذه هي حالة عامة المسلمين أما المشايخ فهم يعرفون أنه لا أساس لأقوال المشايخ المفسدين التي يتفوهون بها كي يظلوا مسيطرين على المنابر ولألا يزيحهم أحد من مناصبهم والله أعلم كيف سيعاملهم أما واجبنا فهو التركيز على الدعاء فقد قال المسيح الموعود عليه السلام يجب أن تدعو حتى للأعداء ونحن ندعو لهم وسنواضب على هذا الدعاء هذه المعارضة ليست جديدة فقد بدأت منذ زمن المسيح الموعود عليه السلام فكان يهاجم ويتعرض من يأتون للقائه أيضا لهجمات المشايخ حتى ولو كان قدومهم إليه للاستماع فقط لما يجري في مجلسه ولكن المشايخ كانوا يحاولون منعهم خشية أن يبايع القادمون وينضموا إلى جماعته عليه السلام لقد دع المسيح الموعود عليه السلام لهؤلاء الأعداء الذين كانوا يقصون عليه وبسبب أدعيته دخل بعضهم في الجماعة وهذا مستمر حتى اليوم فعلى الرغم من تحريضات المشايخ فنحن لن نرد بنفس اللغة بل إننا ندعو لهم وكما رأينا دائما فإن منهم من يأتون إلينا ويدخلون في الجماعة وكلما تعرض عمة المسلمين لأي أذن فنحن نشعر بالألم تجاههم وقد قال المسيح الموعود عليه السلام إن هؤلاء يعادوننا بسبب حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل هذا ما يدعون فيجب أن لا ندعو عليهم حتى ولو لم يظهر ذلك من أعمالهم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه كان المسيح الموعود عليه السلام يمر ذات مرة في السوق وكان الناس يشتمونه ويقولون هرب الميرزا وكنت حينها طفلا صغيرا ولم أدرك ماذا يقصدون ورأيت عجوزا مبتور اليد كان يلوح بيده الثانية ويقول هرب الميرزا وكان الناس يفعلون ذلك لأن المشايخ قد حرضوا الدهماء فكانوا يقولون ذلك دون علم بحقيقة الأمر ومرة هاجم أحدهم المسيح الموعود عليه السلام من الخلف فغضب الأحمديون من معاملة الناس له عليه السلام فتلقى وحيا عبارة عن بيت شعر معناه يجب أن تراعي مشاعرهم رغم أنهم يشتمونك فهم يهاجمونك ويؤذونك زاعمين أن هذا هو مقتضى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن تراعي مشاعرهم ولا تدعو عليهم يقول هؤلاء المشايخ إن شرب الشاي عند الأحمدي أسوأ من شرب الخمر فيقول المصلح الموعود رضي الله عنه لو عرفوا أن الشعلة المضاءة في داخلي لحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد جزء منها في ألوف منهم لسقطوا عند أقدامنا إذن إنهم يعارضوننا لأنهم يظنون أننا نعارض النبي صلى الله عليه وسلم مع أن زعمهم هذا ناجم عن سوء فهمهم فعل الأحمديين أن يتذكروا أنهم إخوانهم وبدلا من أن يستشيطوا غضبا منهم يجب أن يدعوا لهم وأن يخبروهم بالحقيقة وعندها سيدركون أننا لسنا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم بل عشاقة وإذا عرفوا أن قلوبنا مفعمة بحب النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يفدوننا بأنفسهم فيجب أن نكثر من الدعاء لمعارضينا لأن منهم من سوف ينضم إلى جماعتنا ويؤمن بالمسيح الموعود عليه السلام فالمؤمن أقيم لنجاة هؤلاء فإذا دعا عليهم واستجيب الدعاء فمن سيؤمن؟ فالأحمدية أقيمت لإنقاذ الإسلام والمسلمين ولتعيد إليهم مجد الإسلام ولإيصال الناس إلى الدرجات العليا فكيف ندعو عليهم؟ عملنا هو أن نطحر أعمالنا وأفكارنا تجاه المسلمين وأن ندعو الله أن يفتح عقولهم ليؤمنوا بإمام الزمان في القريب العاجل آمين